طبعا يعني عملين ما فكرتش في كتفك لا خلاص نسيت بقى عم نركز في المباراة وفي الجماهير وفي التسعين ديالي عايزين ناخد بهم الكاس وعايزين تسالح الناس اللي جاية دي والمباراة دي انتهت وقتها ركلات جزاء نربات جزاء والحمد لله ربنا أكرمنا وخالبنا الكاس ده من المباراة اللي جامده قوي طبعا ووقتها يعني أخدت أحسن لها في كاس مصر بإجمال المباراة اه وكان من الحاجات اللطيفة بقى الحاجات الحلوة علشان جمهورنا زعلان مننا كابتن الخطيب كان مشرف على الكورة عمل لنا حفلة في ملعب مختار التيتش والجماهير كانت موجودة عشان جماهيرنا تحتفل معاكم ونزل بعد كده الواحد وفي الآخر ايوة في آخر واحد وعمل لنا منصة كده وكانت احتفاليها جميلة كان منظر جميل طيب انت وانت أثناء المباراة ما حفتش مثلا قلت لو كد في رجع تاني انا مش هكامل وهطلع على الكلام ده ولا خلاص انت بحطوط في المعركة احنا هنلعب عشان عاوزين نردو الجمهور دو فو نكسب المباراة ده خلاص انت فيه وقت لما بتبقى متعود انت عايز تيجي على نفسك أصعب لحظة في المباراة كانت امتى أصعب لحظة في المباراة لما روحنا لركلات ترجيح انت ما شطش ضربات جزا لا خالص لا ما شطش لا دي كانت اللحظة الصعبة يعني انك في الاخر ركلات الحظ كنت خايف من مين اللي ضياحها بأمانة عندنا اه لا يعني في الفترة دي احنا اجتهدنا جامد وقفلنا و يعني وكت عندي احساس ان ربنا هيكافئنا بالكاس ده عشان نصالح جمهورنا احنا كل خدنا بالاسباب يعني زمو كويس خلصتوا البطولة وبدأ بعد كده مانو الجزي جي تولى المسئولية هل مانو الجزي جي في الفترة اللي هو قاعد سنة ومشي ولا لا لا دي الفترة التانية دي الفترة التانية بتاعته دي الفترة التانية اللي جي كنت بتتعامل معاه ازاي او بيتعامل معاك ازاي مانو الجزي كان بيدي طبعا يعني كنا لسه صغيرين وتاو بحب الناشئين بيدي فرص للناشئين كان دايما يعني مداري بحب اللعيب اللي بيسمع كلامه وينفز ويدي له فرص كان بيخلق منافسة جوه الفرقة هو جيه سنة 2004 كان مدرب البرتغالي الابليه كان مدرب اسم كبير جدا في البرتغال اسمه توني أولوفيرا أولوفيرا أه أولوفيرا ما كانش موفق مع نادي الأهلي مزبوط بالرغم انه هو كان مدرب كبير واسم كبير في البرتغال لا بالشرط زي فيه لعيبة متوفقش برضو وتعجاب لعيبة كبيرة ما متوفقش مع نادي ده طبيعي في الكور فلما موفقش نادي الأهلي رح مرجع منه الجوزيه كان عارف نادي الأهلي قبل كده عارف طبيعة الكورة المصرية وكنا في السنة دي خسرنا الدوري الممتاز فكان جوزيه جاي عشان يبني فريق للسنة اللي جاي فريق جديد فريق جديد جاي فقلت انت خسرته الدوري العام وكسبته كاس كسبنا كاس من الاسماعيلي دربط الجزاء هو بقى جيت أولى المسئولية جيت أولى المسئولية وهو شغال في الدور التاني طول السنة بيبني فريق وعنينا بياخد من الطالع من الناشية وعنينا على السنة الجاي طول ما هو بيكلمنا في المحاضرات في الماتشيات يقول أنا بابني للسنة الجاي عشان السنة الجاي أنا عايز أخد الدوري السنة الجاي ما خفتش كده لما كل السنة بتغير المدرب ما خفتش كده إن ممكن يجي ومدرب كده يقلش قسامة فترة من فترات لا أنت بتكتهد بقى اللعب هو اللي بيفرد نفسه طبعا حتى لو مدرب موجود بالضبط ما أنت عشان تحافظ على مكانك وبتشارك وتكون موجود حتى المدرب قديم لازم دايما أنت تشتغل على طول لازم تثبت نفسك وزاتك وفي تمرينك في مبارياتك في كل كلام ده بدأت مع جوزيه بدأت مع أساسي ولا احتياطي لا كنت موجود مع أساسي 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 آه مين كان بيلعب معك بقى في رأس الحربة كنا بنلعب أنا السنة دي أنا وأحمد بلال كان موجود برضو خالد بيبو يعني في السنة دي عماد متعب كان صغير طلع لنا طلع كان أحمد بلال موجود وكان خالد بيبو وأنا موجودين يعني هما فهموا دارة الأهل فهمت تجوزين أن احنا بنبني فريق جديد للسنة الجاية آه كان حسام حسن موجود لا لكن ده كله خلاص اعتزل بقى اعتزل أو خلاص مش موجودين في نادي الأهل يعني نادي الأهل بدأ يبني فريق للسنة اللي بعدها ما خفتوش بقى ان انتوا ممكن كطلعين ناشئين صغيرين ممكن تفشلوا مع مانيو جزيه ولا بتفكروا اللي انت الدرس اللي خدتوا الاولاني بتاع التشيرت الحمرة الروح القتالية بتاعت اللعبين ما انت اكيد في الفرقة برضو فيه عناصر خبرات موجودة معنا وقتها في الفرقة مين كان خبرة معاكم الكبار كان كبار يسنا يعني عشان الخبرات كان واي الجمعة كان عصام الحضري كان هادي خشبة دي عناصر الخبرات الموجودة وليد صلاح ديه الكابتن وليد لا كان ما كانش موجود وقتها في الوقت ده اه يعني دي ابرز العناصر الخبرات خالد بيبو اه خالد بيبو طبعا اه طيب اتعاملت مع جزيه ازاي في الاول كان شادي محمد برضو موجود مزبوط اه جزيه كنت بلعب معاه في الموسم 2004 بشكل اساسي ومتواجد اه وبنبني للسنة اللي بعدها لما جات مباراة في السنة دي برضو من المباراة لا تنسى لا تنسى مباراة الاهلي والكروم والمباراة دي قالوا كنون في اسكندرية ولا في القاهرة كانت في القاهرة اه كسبناها ستة واحد دوري ولا كاس واخرست كانت دوري واحرست خمس اهداف في المباراة دي انت سجلت خمس اهداف خمس اهداف في المباراة دي ايوا صح 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 دي كانت من المباراة اللي انا ما نساش حتى كان يعني فيها رقم قياسي خمس اهداف في المباراة ما فيش حد في الدول العام كان بيحقق الخمس اهداف خلصت بقى المباراة كان الكابتن والسلام عربي شغال مساعد في جهاز الفهم ايوه فقال لي ده كابتن صالح سليم احرى سبع اهداف سبع في مباراة قد 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 قطع ما تعرفنا يا كابتن والسلام عشان احاول اعدل ركب ده ماتش الكروم ده مباراة الكروم اه ده احرزت طبعا بص هنا الفرحة انا بحرز الهدف وما فيش فرح تخسرت بطولة الدوري فانت بالنسبة لنا المباراة انت الهدف ملوش قيمة او لي معنى او لي فرحة انا بنلعب نورا عشان نكسب ونقدي ده جلبرتو ده ده كان جلبرتو وكان حوالي من خمس اهداف كان اربع اهداف كانوا بالدماغ او بالرأس بالرأس طبعا انت اكواس انت وصلتنا النقطة هنا انا هاوز اقول برضو لأي رأس حربة بيلعب انت كان كنت بمكتش طويل لا انما كنت متميز بضربات الرأس كنت بتتضرب عليها ولا كنت بتيجي معك كده بالصدفة كان كتير في قطاع الناشئين كان كابتن شطة كان كابتن ضيع السيد كان الكابتن علامة يوف تعودت عليها بقى كان على طول الكرات العرضية دي ونقعد مسلا في التمرين متين تنتمائة كورة مسلا يعني احيانا انا كنت وانا بلعب ولا اعوزوا لهم كلمة انا معلش انا بقولكم شوية انا لاني وانا كنا بنلعب كان هدافه ليلة جدا بالنسبة بالرأس رغم ان انا يعني شحط كبير لا بنا نفسه فتعشان تعودة كابتن تعود تعود من التمرين من الناشئين ومن الصغر كنا بنتمرن عليها كتير انت لو بتلعب ايامها وسامة واتخليتك جيبت كل ماتش تلات اربع اهداف عرضيات على طول اسأل حماك ربنا يديله الصحة والعافية اهم ماتش في الفترة انت عادت مع جوزيه كم سنة عادنا مع جوزيه كان 2004-2005-2006-2007 على ما اعتقده 8 حقاته معا كان بطولة بطولات كتير اه حقاته في الفترة دي ما شاء الله هيقرب من 22 بطولة مسا اهم بطولة فيها انت تفتكرها ايه كل بطولة كانت مهمة كل بطولة لها كواليسة مخسرتوش دوري معا بعد كده لا مخسرناش بطولة دوري يعني كنا بندخل يعني حتى لما كنا بنكسب بطولة الدوري خلاص عادي ما كانش فيه احتفال كاننا يعني بطولة الدوري دي خلاص احنا كسبنا الدوري النهارده روح بيوتنا قاعدين خلاص ولا كاننا خدنا دوري لا لا اكدنا بتبص بقى البطولة اللي بعديها زي جمهور نادي الاهل انت كذبان بطولة افريقيا الرقم 11 يقولك الـ 12 بعد المباراة بعد المباراة طب ايه دي فرصة للناس هو ده نادي الاهل الاهل بيكون واخد بطولة صبر محلي او كاس تلاقي الجماهير بتهتف الدوري اهلي افريقيا اهلي بعد ما لعبت الماتش بتاع الكروم جوزيه قالك ايه احنا دي كانت اخر مباراة في الموسم اللي احنا خسرنا فيه الدوري وكنا بقى طول الموسم زي ما اقوله حقاك احنا بنستعد وهدفنا مش السناد احنا بنبني عشان السنة الجاية كويس بنشتغل عشان ندي يعني جرس نظر للفرقة كلها ان احنا جاهزين السنة الجاية احنا جايين هناخد الدور اه وابتدينا الدوري السنة اللي بعدها عملنا فترة اعداد كان في ألمانيا وقتها فترة اعداد قوية جدا وبرضو هدفنا كلعيبة عينينا عالدوري لكن الدور ده كان اساسي طبعا اه واشتغلنا في السنة دي وحققنا الدوري بارقام كياسية بقى مش خدنا الدوري مجرد بتاخد دوري لا بارقام كياسية اكوى مخصرتوش ورا ماتش لا مخصناش ورا ماتش حوالي استمرين حوالي ما يقرب من 71-74 مباراة بدون هزيم ودخل فينا كم جول كان هدفه ليه لا قوي اكوى خط هجوم اكوى خط الدفاع دي حقيقة كل الارقام يعني والحضري كمان كان في فضل ايه كان متقلق دعيبة كلها ما شاء الله اهم ماتش ليك في الفترة ديت انتو بقى بتستعدوا عشان السنة اللي جاية وانت عارف اللي بيشد حيله السنة دي بيحس ان هو بقى خلاص هطلع هيلعب اساسي في الفريق اهم ماتش في السنة اللي انت ختمت بيها الموسم هل كان الماتش بتاع الكروم تاع 5 كان مباراة الكروم دي كروم 5 مباراة الكروم اكسبناها 5 اكسبناها 6 واحد 6 واحد 6 واحد طيب انت مع جزيه كنت اساسي ولا كنت نص ونص لا كنت موجود يعني كل المباراة بشارك فيها ممكن مباراة ابتديها وممكن مباراة للشروط التاني حسب سنان هو رؤيته هو لكن كان عنده ثقة عنده ثقة كبيرة ان انا اكون متواجد دايما معاه في المباريات سواء على الدكة او في الملعب لدرجة في مباراة انا فاكرها اه في التامنين عندنا تاني يوم مباراة المنصورة عندنا بسناد الكليل الحربية اه المنصورة فرقة بتنافس طبعا كابتن حسن مجاهد واتمس لا لا كانت فرقة جامدة المنصورة طرق امرها واحنا بالنفس بالمناسبة بدون قطع كلامك معلش انت فكرتني انا هنا بقول الكابتن ساروة فرج الف سلام عليك يا رب ان شاء الله كده ازمة وتعدي واحنا كلنا اخواتك وربنا يديك الصحة والعافية ويشوفك وانت في اتم الصحة واتم العافية من نجوم المنصورة يا سلام هو كان بيعاني من شاية حاجة صحية كده فربنا يشفي ويعافية يا رب ربنا يشفي كانت مباراة المنصورة دي تاني يوم مباراة مهمة جدا في التمرين قبل المباراة اداية قصرت اداية قصرت في التمرينة وجبستها عندنا المباراة تاني يوم فالدكتور ايهاب راح قال جزيه قال له وصامة دي قصرت مش هيبه موجود في المرأة لا انا محتاجه ضروري فالدكتور ايهاب رحنا عملنا الاشعة كسر جاب لي حاجة كده البستها في ايدي زي كبيرة كده وردولي العظمة في تحت الاشعة وبتاعه موجود معي روحت المباراة قال انا محتاجه هيقعد معي عدك لو احتاجته هنزله من اللي احتاجتوش خلاص هو بس انا محتاجه معي عدك طيب وانت قاعد على الدكة وهعمل لك جبيرة كده هنا في ايديك كده وانت حاس بكسر وجوزيه بيقولك انا بعتمد عليه ولازم بقى موجود انت كنت حاس انك هتلعب وتنزل تعمل حاجة بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل وانواصل حلقة الليلة من المجري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة